السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ترياق الذي نسعد فيه ونشرف بصحبة ضيف كريم الدكتور هيثم طلعت الباحث المتخصص في ملف الإلحاد والرد على شبهات الملحدين ورحمة دكتورنا الحبيب ربنا بارك فعمرك وحفظك بكل سوق من أبرز القضايا دكتورنا الحبيب التي يثيرها الملحدة قضية وجود الله سبحانه وتعالى والأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم من نعم ربنا علينا يعني إحنا كموسلمين أو كمواحدين أننا نستأنس أو نأنس بوجود الله سبحانه وتعالى وتأنس قلوبنا بالتعلق به سبحانه وبحمده وسبحانه وتعالى لكن هنا بعض الأسئلة أو التساؤلات التي يسألها بعض الشباب الذي يستمع لهؤلاء الملحدين وتثار أمامهم هذه الشبهات منها كيف نستدل على وجود الله سبحانه وتعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد نعم طبعا في الواقع أن القضية ليست إطلاقا بهذه الصورة نعم فهم عندهم إشكالات أخرى لكن يصنع هذا الموضوع من باب التشغيب لا أكثر يعني حد عنده مشكلة هوا حد عنده مشكلة هروب من تكاليف الشريعة حد عنده مشكلة نفسية فبيهرب منها بإنكر الخالق حتى يبين نفسه أنه يعني عنده إشكال عقلي أو إشكال بحثي أو إشكال فكري والقضية في الواقع ليست هكذا إطلاقا يعني من هذا الذي عنده العقل والنظر ينكر خالقه سبحانه وتعالى شيء بديه شيء فطري في النفس الإنسانية يعني أي إنسان مفتوح على أن بهذا الكون خالقا وأن هذا الخالق سبحانه يستحق كمال العبودية أي إنسان مننا سواء مسلم غير مسلم ملحد أي إنسان لو نظر إلى هذا العالم وتصور له خالقا فلن يأتي إلى ذهنه إلا صورة أن هناك إله واحد خالق لن تأتي إلى ذهن الصورة وثنية أو آلهة متعددة أو أنه أتى من العدم لا هذا في إله خالق مدبر فهذه بديهة في نفس الإنسانية فطرة في نفس الإنسانية وأي إنسان منها أولئك كما قلت عنده الكبر الذي يجعله يعني يضع إنكار الخالق شماعة أمام إشكالات أخرى عنده وهي كثيرة فهي القضية فقط يعني واجهة حتى يبين أن موضوعه فكري وفي الواقع كما قلت إن الإشكال إشكال آخر تماما فكل إنسان يعلم يقينا من نفسه أنه مفتقر لخالقه سبحانه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فكلنا على هذه الفطرة كل البشر عبر كل التاريخ في الحرب العالمية الثانية كان يقود القوات الأمريكية في ذلك الوقت أيزنهاور اللي أصبح رئيس أمريكا بعد وقت فأيزنهاور في الحرب العالمية الثانية لاحظ ملاحظة عجيبة طبعا تعلم إن الحرب العالمية الثانية كان المحور فيها ألمانيا وإيطاليا واليابان كانوا ملاحدة كانوا ملاحدة إلا حاد صرف يعني فأي سنهاور الله يحظ أن الجنود كلهم السواء بقى محور قلفاء أمريكي ألماني كل الجنود إذا دخلوا في أرض المعركة الكل بيرجع لله لأكل بيرجع لربنا وبيدعي ربنا وخيف من ربنا وخيف من فقال كلمته الشهيرة قال ليس هناك ملاحدة في الخنادق مفيش ملحد في خندق في الخندق وقت المعركة الكل بقى بيرجع للفترة بالضبط الكل بينكسر لله عز وجل ويخبط عليه سبحانه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ورأينا دكتور الحبيبي أن رأينا لما في بداية كورونا ربنا رب يصرف عنا جميع الأوبئة والبلاءات لما رأينا رئيس أمريكا أكبر دولة علمانية في العالم رعية علمانية في العالم بيدعو إلى الصلاة ورأينا في حرب روسيا وأوكرانيا من يدعو إلى الصلاة هنا وهناك بل من يذهب إلى الكنيسة قبل أن يدخل الحرب وهو في الحقيقة ينادب العلمانية وينادب الإلحاد لكنه يلجأ إلى دينه أو إلى إيدولوجيته لأنه يرى هنا النجاة في الحقيقة لأن الإنسان مفتقر هكذا خلقه الله مفتقر لباريه سبحانه لا تدق في قلبك دقة إلا والدقة التالية ترجو أن يمتنى الله عليك بها أنت لا تملك من نفسك شاير أصلا كل نفس داخل مش عارف إلا يطلع بعدي أول فكل إنسان قدر وخلق مفتقرا إلى باريه سبحانه وهو يعلم أن كمال إنسانيته في تحقيق كمال العبودية لله سبحانه كلما أردت أن أرتقي وحقق كمال العبودية لله فالإنسان هكذا فطر وهكذا خلق نعم طيب دكتورنا حبيب يعني كيف نعرف الله سبحانه وتعالى كيف نعرف الله بالعقل وهناك سؤال مهم يعني وما هي القواعد العقلية التي نستدل بها على الله سبحانه وتعالى نعم قال الله عز وجل في كتابي العزيز أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون نعم هذه الآية تضع أمامي ثلاثة احتمالات وليس لها رابع نعم أم خلقوا من غير شيء نعم دموحال صحيح كيف أخلق من غير شيء نعم يعني في قاعدة عقلية تقول أن العدم لا يصنع شيئا العدم لا يصنع شيئا نعم أخلق من غير شيء هذا محال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هذا أيضا محال كيف أخلق نفسي قبل أن أوجد لسه ما جيتش أصلا أخلق نفسي إزاي فأم خلقوا من غير شيء هذا محال أم هم الخالقون هذا أيضا محال نعم يبقى الاحتمال الثالث والذي تسكت عنه الآية القرآنية لأنه البديهة العقلية صحيح وهو أن لهم خالقا أن لهم خالقا نعم فهذا برهان عقلي بسيط أيضا بالنظر بالنظر قل انظروا ماذا في السماوات والأرض لو نظرت إلى هذا العالم ورأيت أن هذا العالم بسماواته وأرضه وأفلاكه غير مكتفي بذاته هذا العالم غير مكتفي بذاته تعلم أن له خالقا نعم أن له موجدا سبحانه وتعالى أيضا النظر في الموجودات يعطيك معرفة لبعض صفات من أوجدها فمن نظر في هذه الموجودات من حولنا يعلم أن الله عز وجل قدير أنه سبحانه حكيم نعم أنه عليم خلق هذا العالم بهذا الاتقان نعم خلق هذا العالم بهذا الإبداع العالم أتى بحدود حرجة نعم هذا الكون أتى بحدود حرجة ثوابت فيزيائية مدهشة أتى بهذا العالم وإلا لنهار قبل أن يبدأ صحيح الإنسان لو نظره في نفسه نعم انظر في نفسك كل الهرمونات والإنزيمات والبروتين كله بضبط وإتقان عجيب سبحان الله وأنت في بطن أمك قبل أن تظهر إلى هذه الدنيا نعم الله سبحانه وتعالى يخلق لك رئتين رئتين عشان تتنفذ بمكسجين مع أنك في الراحم لا تحتاج إلى هواء المحدي لكن الله بعلمه وحكمته يعلم أنك بعد ما تنزم بطن أمك ستحتاج إلى أكسجين فخلق الله وأنت بطن أمك رئتين تم التجهيز من قبل الولادة سبحان الله يعني إحنا لو ذكرنا لن يفي عدد حبات رب العالم أن نذكر نعم الله علينا خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما أشاء أركبك نعم صحيح رفع الله قدرك تكتون الحبيب سؤال يعني هل يكفي الإيمان بالله يعني حاجة تكلمنا الآن عن وجود الله وعن خلق الله وما شابه هنا سؤال من هؤلاء هل يكفي أن أؤمن بالله وأن أكفر بأنبياء الله ورسله دي بيسموها الديانة الربوبية دي منتشرة في أوروبا بصراحة لأنه أمريكا يقولك فعلا فيه إتقن في العالم وفيه إبهار وفيه صنع متقن فأنا أمنت بالله وأكفر بالأنبياء دي اسمها الديانة الربوبية وليس أكفر من الذي يرد على الله وحيا ليس أكفر من الذي يرد على الله وحيا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمنوا ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا ما هو الكفر الحق هو أنك تؤمن بإله وتكتب أنبيائه نعم فالقرآن يصفهم بالكفر ويقول أن إنكار الأنبياء والإيمان بالله فقط كما في الربوبية الدين الربوبية فهذا يعني كارثة لأنك رددت على الله وحيا سبحانه الأمر يسير صحيح والإسلام دين توحيدي الدين التوحيد الأوحد نعم فإذا نظر الإنسان في هذا الدين سيعلم أنه مكلف بالالتزام بشرع الله عز وجل نعم وأن يموت على هذا الدين فبه وحده النجاة سبحان الله نعم ونعود سبحان الله دكتور هيسم مع كل نقطة ونرجع إلى نقطة مهمة جدا عظمة هذا الإسلام وعظمة هذا الدين العظيم وعظمة هذه الشريعة المباركة حتى في هذه النقطة التي تحدث فيها عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام قرآننا يقول لنا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا نعم طب شيخنا الحبيب أو دكتورنا الحبيب هنا نطرق إلى نقطة مهمة أيضا وهي مدهة الغيبيات كيف نستدل علميا على وجود الغيب على سبيل المثال سيدنا جبريل عليه السلام الذي نزل بالوحي على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كيف نستدل على هذه الغيبيات ده إشكال عند بعض الملاحظة يعني هاتل برهان علمي على أن جبريل موجود يعني القضايا الغيبية إذا سلمت بصحة الرسالة وسلمت بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسوله عند الله تسلم بعد ذلك بالتبعية بكل ما أخبر بها من غير صحيح يعني القضايا الأساسية لازم ترجع خطط الوراء هل سلمت بالنبوة وعندك براهين لا حصر لها على النبوة نعم إذا سلمت من نبواتي صلى الله عليه وسلم وسلمت بأنه النبي من عند الله فمن البديه أن من قامت البراهين على صدقه فهو صادق في كل ما يخبر به عن الله نعم نعم فالقضية للسية عند هؤلاء نقول لهم راجعوا أولا البراهين على صدق الإسلام فإذا ثبتت عندكم النبوة فمن البديه أن كل ما يخبر به النبي هو صدق نعم طيب دك نور حبيب السؤال الأخير لنختم به في خلال هذه الدقيقة الفرق بين الثقافة والحضارة المشكلة أن الملاحدة في العالم الإسلامي بيلعبوا لعبة حطيرة يقول لك شايف الحضارة الأوروبية والحضارة الأمريكية وإلى ذلك فيغريك بالحضارة ويقدم لك باليد الأخرى الثقافة هذا أخطر شيء الحضارة هي المصنع والشركة والمعمل والجامعة هذا شيء مهم ومفروض أن نحن نكون أسبق منهم لكن الثقافة هي المحتوى الأخلاقي والقيمي والمعرفي عند أي أمة قد يكون هناك أمة متقدمة حضاريا لكنها على مستوى الثقافي متخلفة صحيح وقد يكون العكس وقد يكون هناك تقدم حضاري وثقافي زي الحضارة الإسلامية نعم الغرب النهاردة على مستوى الحضاري متقدم جدا لا ننكر ذلك لكن في المستوى الثقافي هو من أدنى الدرجات عبر تاريخ الإنسانية النهاردة يطبع مع الفواحش صحيح يطبع مع قتل الأجنة الأبيض يقتل الأسود وإنهيار قيمي غير مسبوك في تاريخ الإنسانية نعم وجرائم أخلاقية لا حصر لها يطبع مع أكبر الجرائم مع قتل الجنين مع الشواذ مع الزنب التراضي فهناك انهيار ثقافي رهيب في الغرض صحيح فالملحد العربي للأسف بيعمل لعبة خطيرة تدخل على بعض الشباب يغري بالتقدم يقولك شاف الغرب وشاف الثقاف يقدم لك بلاد أخرى المحتوى الثقافي خلاص بقى طبع بقى مع الشواذ عشان تبقى صحيح طبع مع الفواحش علشان يبقى عندك تقدم لا ليس هناك علاقة إطلاقا فالحضارة شيء والثقافة شيء آخر لازم نفصل الأمة الإسلامية نعم عندها مشاكل على مستوى الحضاري احنا لسه المنتج العلمي مش قوي زي الغرب لكن برحمة الله على ما نحن فيه من مشاكل طبعا لننكرها لكن برحمة الله احنا أقل مجتمعات العالم في الإيدز سنسي بالإيدز أقل مجتمعات العالم في المشكرات في الخمور صحيح في الفواحش نعم فبفضل الله وبرحمته الأمة الإسلامية عندها تقدم ثقافي كبير نعم وإن كانت حضاريا يعني الأمر يحتاج أيضا إلى جهود وكل إنسان يشتغل في باب أنه هو يخدم دين الله عز وجل من خلال الحضارة نعم دكتورنا الحبيب بن دكتورهاي كان طلعت جزاك الله عننا خيرا وراضي الله عنكم آمين وأيكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا السعي وهذه الحلقات وهذه الكلمات في ميزان حسناتك آمين وأيكم يا رب وأن يرزقك إخلاصا وتوفيقا وسدادا وإياكم يا رب اللهم أمين مشاهد الكرام في تامي هذه الحلقة كل شكر والتقديم لديكم الكريم دكتورهاي ثم طلعت الباحث المتخصص في ملف الحاد سألين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه المقصالح الأعمال وأن أجعل هذا البرنامج وهذه الحلقات وهذه اللقاءات في ميزان حسناتنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم إخلاصا وتوفيقا اللهم أمين على أن نلقاكم في لقاءات أخرى وفي برامج أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة